وينكمل رحلتنا مع الإنسان المحروم من حقوقه والمضطهد من السلطة المستبدة في بلادنا اللي زرعت وأسست عوامل التخلف وبيئة الجهل والفقر والاستبداد اللي بيعاني من قسوة ظروفها الإنسان اللي محطوط عليه ده والمتهم طول الوقت من السلطة وأدواتها بأنه إنسان متخلف وكسلان فكره وسلوكياته وممارساته هم اللي حيشين ومعطلين الأنظمة عن التنمية والتقدم والازدهار مش اللي معطلهم لا سمح الله الاستبداد والديكتاتورية واحتقار القانون وغياب العدالة والفشل الاقتصادي وحاول أولويات الحاكم ووصلنا في الحلقة اللي فاتت لمناقشة طريقتين أو حيلتين بيلجأ ليهم المواطن للتعايش مع الواقع باستبداده ومشاكله عشان يقدر يواجه أزماته النفسية والمعيشية حتى لو واقعيا الحيل دي ما بتحلش مشكلة ولا بتنجح في رسم واقع جديد الطرق دي كان آخرها فكرة اللجوء لمفهوم الجماعة والعشيرة والانتماءات الوهمية حتى ولو انتماء لفريق كورة يعني والانفصال نفسيا عن المجتمع بقى بناسه بمؤسساته بسلطاته ببابا غنوجه والطريقة التانية حيلة التشبه والتأثر وتأليد المستبد بل والاقتناع كمان بالسيادته وسيطرته على المصير خلونا النهاردة نتكلم عن واحدة من أخطر وأسوأ طرق الهروب من واقع الاستبداد وهي يأس الناس من التغيير لدرجة اللجوء للخرافة بقى انواح فيترى ايه اللي بيحصل في المرحلة دي وإيه تأثير المظاهر دي على الإنسان والمجتمع وإيه دور ومصلحة السلطة في نشر الفكرة ده هيا بنا نشوف لو سألت عن أكبر عدو للإنسان المفرهد في المجتمعات المحكمة باستبداد والقمع هتلاقي العدو اللي مش متشاف هتلاقي القلق والخوف من المجهول الخوف اللي بيعطر العقل بيسلب الإرادة بيشل القدرة على التركيز والتفكير وده يعني واحد من الفروق الوضحة بين المجتمعات اللي اتنقعت بفعل فاعل في مستنقع الجهل والتخلف وبين المجتمعات اللي اعتمدت يعني طريق البحث العلمي والتركيز على العلم والثقافة وتحكيم العقل والمنطق مع التمسك بصحيح الدين مش القشور منهج الكل ماشي عليه عكس المجتمعات اللي بتحكمها الخرافة والدجل وانتظار الحلول السحرية اللي بتخليه عايش منزوع الإرادة ومستحوذ على عقله فكرة الخوف الدايم من الحاضر المستقبل كل ده بينعكس على حياة الفرد بما فيها من قيم يعني زي كرمته وحقوقه وحرياته وواجباته اتجاه مجتمعه وطبيعة دوره وتأثيره في الحياة والمجتمع بتاعه وده الموضوع اللي هنحاول يعني نقرب لمظاهره النهاردة ونضرب كشاف على فكرة التعلق بالأوهام كوسيلة من وسائل الهروب من الواقع ومخدر أو مسكن للإنسان بيستعين بيه عشان يساعده على تحمل وضعه العاجز والضعيف وصد الظروف حل جاهز من غير مجهود عشان يعمل اللي هو مش قادر عليه في الواقع من أنه يستوعب أزماته وتتحقق له السيطرة على حياته انتشار الخرافة في أي مجتمع بيزيد مع زيادة الكبت والحرمان كل ما زادت شدة الاستبداد وغياب الأمل في الخلاص من الظلم كل ما زادت قصادها وتضخمت مشاعر الإحساس بالعجز وقلة الحيلة لما بيديق في عين الناس فرص النجاة والخلاص بيزيد اللجوء للاندفاع والتصرع في حل المشاكل واستبدال فكرة التخطيط والتفكير وإن الإنسان ياخد بالأسباب يعني كل ده بيتبدل باللجوء للأوهام والخرافات كل ده بيحصل نتيجة يعني أولا مناخ الاستبداد والاضطهاد اللي بيهيئ كل ظروف الجهل والفقر وقت للطموح وتعجيز إيرادة الناس في إن هم يستقتلوا ويجتهدوا لتحسين ظروف حياتهم نتيجة كل ده بتنتشر في المجتمعات ممارسات الدجل والشعوزة اللي بتتلاعب بأحلام وأمال الناس وبتوصل لهم إحساس وهمي بالاطمئنان وما تبقاش يعني مجرد حالات أو عادات فردية أو ندرة قد ما بتبقى وسيلة للاسترزاء وأكل العيش وتجارة لها سوء وروج ودعاية كمان وبصمة وأسلوب خاص لكل دجال على اختلاف أنواع نشاطاتهم وهتلاقيهم دايما بيحواطوا نفسهم بهالة بتميز كل واحد منهم سواء في المظهر أو السلوك أو طريقة الكلام وبيقدروا في خطوات مدروسة أن هم يحطوا ضحيتهم تحت ضغط نفسي ومناخ وطقوس ومصطلحات وأحيانا أدعية والغرض من ده كله إبهار الزبون المستهدف أو حتى المحتمل بقدراتهم وكرمتهم اللي بتخليهم يسيطروا عليهم ويخلقوا عندهم حالة من التبعية والاستسلام الكامل لتأثيرهم المجتمعات المدّاس على أفرادها مش بس بتبقى ضحية لخداع وأوهام الدجالين ده بتبقى ضحية للمتحالفين معهم واللي وجودهم وانتشارهم وانتشار حالة الجهل والتواكل ده هو في الأساس مصلحة ليهم وأقولهم السلطة ذات نفسها اللي بتشجع الممارسات والظواهر دي بطرق مختلفة من أول رعاية المقامات والأضرحة وأصحاب الكرامات لحد السمح في كل وسائل الإعلام بترويج الخرافات والشعوزة واستضافة اللي بيقروا الفنجان والعرفين والطاروت وغيرها من أشكال النصب يعني كل دي ظواهر على هوى الحكام المستبدين وانتشارها وتواجدها كأمر واقع على قلبهم زي العسل بيحفظ لهم مكانتهم وسيطرتهم وبيصرف الأنظار عن الحاكم كمسؤول رئيسي في كل الأصاب المجتمع من مشكلات وأزمات وبالتالي تخلف وجهل يعني خلوه ضحية بتجري ورحل مشاكلها بالواهم والخرافة اللي أخطر ما فيها هو اللي بيحوطها ويصبغها بصبغة الدين اللي بيحط الممارسات دي في خانة مقدسة يجب الإيمان والتسليم بيها والدين أصلا بريء منها فيتحول وضع إن اللي يرفض ده أو يشكك فيه أو مجرد حتى يسأل عنه استفسر يعني على طول يبقى من أهل الشر مش مؤمن ده بيوسيق للدين فكرة الإيمان بالخرافة في المجتمعات المنتهكة بالفقر والتجهيل أيما دايما على خطين ماشيين مع بعض جلب الحظ والتجنب النحس التفاقل والتشاؤم الحصول على الخير والبعد عن الشر جلب الحبيب كمشاعر حب وأزية العدو كمشاعر كر وعدوانية ده لمحاولة السيطرة النفسية على حاجتين الحاضر والمستقبل إزاي؟ خلونا نشوف السيطرة على الحاضر يعني الإنسان المفرهد اللي الحاضر بتاعه دايما في حالة قلق وبيسعى إنه يحقق لنفسه توازن نفسي بإنه يتعلق وجدانيا بالرموز اللي بتمثله الخير زي الأولية والصلاحين وأضرحتهم وبيسعى كمان إنه يتجنب رموز بتمثله الشر زي الشيطان والعفريت والجن في الحالة دي رموز الخير بالنسباله هم تعويض نفسي عن الخير اللي مش قادر يعني يوصلوا بالمعافرة والأمل والكفاح والأخذ بالأسباب والنفس الفكرة في الشر يعني الشر بالنسباله هو كائن مش مرقي جن عفريت أمنا الغولة أبو رجل مسلوخة أحمد موسى كل دول عوالم الشر اللي بيسقط عليهم كل أسباب مشاكله ومعاناته كل المشاعر السلبية نتيجة إحباطه وعجزه بيشوف لها عدو خفي يعوضه ويصرفه عن مواجهة الشر الحقيقي اللي متمثل في السلطة اللي هي مصدر كل شر وإحباط ودي حال خلينا نتكلم الأول عن رموز الخير الأولية والمقامات وخلفه الإنسان اللي دايما عايش في حالة قمع وتسلط واستغلال بيحس إنه محتاج لولي أمر من كتر شعوره بعجزه وإنه محدود القدرات والإمكانيات الشخصية اللي تكفله المواجهة والتمرد على الظروف الولي هو الحماية فوقت الخوف وهو القريب في الشدة والوحدة والإحساس بالعزلة الولي في نظر الناس هو حد مقرب قوي من ربنا والإنسان اللي عنده يعني الاستعداد لشراء بضاعة الأوهام بيكون عنده الاستعداد إنه يصدق بالمعجزات والكرمات والأحداث الخارقة للطبيعة اللي بتحصل عند الناس البركة الصالحين دول دلالات القوة والسيطرة والتأثير دي يعني بتكتسب انتشار وترويج أكتر في المجتمعات اللي محرومة من الحياة الكريمة لأنها بتبقى على النقيد من إحساس أفراد المجتمع ده بالعجز والتأصير فهبتضخم صورتها ودعايتها في مناخ مثالي أصلا لأن زبونها مسلم نمر أساسا نفسيته مستعدة للتسليم والاقتناع بالقوة الأكبر منه اللي أخيرا هتكون في حياته قوة مش غشيمة ولا مستبد بالعكس دي قوة في صفه حنيين عليه وبتحقق له كمان أحلامه عشان كده البيئة اللي بتكبر فيها المظاهر دي أفرادها بيكون عندهم الاستعداد إنه هم يصدقوا كل الهجايص والأساطير اللي مفيش أكتر منها والحوادث والمواقف اللي مفيش أي دليل عليها غير إن فلان حكى العلان وعلان حلف لترتان ميت يمين إنه شاف بعينه وسمع بودانه عشرات من المعجزات والكرامات اللي كلنا عارفينها من شفاء أمراض وسيطرة على الطبيعة مية وهوى ومطر ونار رد غايب جلب حبيب اطلاع على الغيب وغير وغيره من كل صنوف الكرامات والقدرات الغير عادية التعلق بأمل كداب والإصرار على انتظار الحل السحري كل ده بيزيد وبيلاقي رواج في المجتمعات يعني اللي أدميتها منتهكة لأنها أيم أساسا على فكرة إن المعجزة بتحصل لناس العناية الإلهية اخترتهم ومشارط يكون له فضل أو إرادة في إنه يعني حال وانصلح فتلاقي البسطة دايما مستنيين ومعتمدين على الأمل ده والمعجزة اللي هتغير حالهم من غير مجهود يذكر يعني فبيزيد كسلهم واتكالهم عن المعجزة أكتر من إنه هم يعني يلجأوا إنه هم يتحركوا بنفسهم وياخدوا هم مبادر التغيير حالهم لأن كل السكك مزدودة قدامهم أصلا يعني هم حتى لو عاوزين مش هيعرفوا عشان كده الخوف والقلق هم اللي دايما بيحركوا الإنسان في المجتمعات اللي بالشكل ده وهم برضو اللي بيهيئوه لتزديق الخرافة والإيمان بحلول ما وراء الطبيعة أكتر الأماكن في العالم اللي بتنتشر فيها فكرة الأضرحة والمقامات بتكون دايما المجتمعات اللي بتسيطر عليها الأنظمة المستبتة وبيزيد انتشارها أكتر في المجتمعات الريفية أو الأحياء الشعبية خصوصا اللي بتكتر فيها أو على أطرافها يعني أماكن العباد وبالتالي بيكون مكان نموذجي للنشاط التجاري اللي بيستغل أصحابه تردد الناس على المقامات دي في إنهم يزودوا أكتر من شعبية المكان كما زار بقى وحج يعني وأماكن لطلب البركة وجلب الخير ومعروف إن منجاور السعيد يسعد وبالتالي منجاور صاحب المقام في أمان وتحل عليه البركة المقامات دي مش هتقوم بدورها ولا هتكمل شكل الاستفادة منها غير بوجود الخدام واللي بيسموا نفسهم شيوخ وعلماء اللي بلعبوا دور الوسيط بين طالب البركة وبين الولي يعني هما الناس وصطوا الولي بينهم وبين ربنا وبعد كده حتى الولي جابوا وسيط بينهم وبينهم الخدام دول بقى هما اللي بيستقبلوا في الصخص ده وبيسيروه وبيأهلوه نفسيا للزيارة دول بقى بيكون خبراء الحداءة والحنجلة والموهوبين في استخدام الداخلة اللي تناسب كل صاحب حاجة أو طلب عن طريق بقى كوكتيل من الأدعية على الابتهالات على باقي الطقوس من حكاوي وأساطير حوالين معجزات وكرامات الولي طبعا لكل مقام أولي أدعية مختلفة وكل دعاء بيقضي حاجة وبيلبي طلب غير التاني دعاء لفك الكرب دعاء للهم للشفا للرزق وهكذا الخدام دول بتكون برضو مهمتهم إدارة الضريح أو المقام ماديا وإدارة النظور بقى أي أن كان نوعها بقى فلوس ولا بضايع ولا طيور ودبايح أو أي حاجة عينية يعني وهنا بقى وخصوصا في الموضوع الأدعية ده وتلوين ليلة النصب وترويج الخرافة بلون الدين بيحصل اللي أخطر وأسوأ من كل عمليات النصب وبيع الأوهام واستغلال خوف الناس ورغبتهم اللي بيحصل إنهم بيستغلوا تعلق الإنسان البسيط الغريق بقى الشيط الدين فبيحولوا هما الدين لمخدرات بيقلفوا كلام في الدين ملوش علاقة بالدين أصلا الدين اللي الأصل فيه إنه هو بسيط جدا وواضح جدا لكن وضوح الدين والشرع والسنة والقرآن هما أكبر عائق وصاد اللي عاوز ينصب مش هيعرف ولا هيبقى عنده مساحة ولا ثغرة يبيع من خلالها الوهم والهجايس فبيبقى الحل إنه هما يخترعوا خرافات حوالين الدين ملاش علاقة بالدين لكن فيها يعشق من ريحة الدين فبتلاقي مثلا يعني شيخوا الطرق دي وخدام المقامات بيتعمدوا يعقدوا الدعاء يتحنيكوا ويدخلوا فيه مصطلحات مجعلصة وألفاظ غريبة ملاش مصدر ولا أساس لغة وأساسا يتكلموا بطريقة غريبة مش مألوفة يبرقوا فجأة ويغمضوا فجأة يوطوا صوتهم في لحظة ومرة واحدة يجعروا كل دي تصرفات بتدي إيحاء للغلبان اللي جاي طالب المعونة ده إنه هما قدام شخصية استثنائية كلها علم وبركة شففين كده ونورانيين وشايفين وعارفين اللي إدراك الناس العادية ما يوصل لهوش كل الهالة دي اللي بتحوط فكرة الأولية والمقامات بترسم صورة ذهنية عند الإنسان اللي محطوط عليه ده وعلى قد ما بتنجح عمليات الوهم وغسيل المخ على قد ما بيزيد التواكل والكسل ساعتها الأمل والأمنيات اللي مش قيمة على أي أساس بتحل محل الحركة والطموح ونشاط العقل في إنه يفكر في حلول حقيقية واقعية لمشاكله وساعتها برضو الطاقة اللي بتهضر في الرجاء وطلب البركة والمعونة بتحل محل الطاقة اللي بتدفع الإنسان للرفض والمقاومة والمطالبة بحقوقه كده اتكلمنا عن رموز الخير الوهمية اللي الإنسان بيقرب منها وبيحتمي بيها كحيلة نفسية للسيطرة على الواقع فيه بقى رموز الشر اللي بيخلقها الناس في خيالهم والممارسات اللي بتحصل حواليها واللي برضو زي ما قلنا ما هي إلا يعني نتائج لمناخ القهر والاضطهاد والجهل اللي بتسببه وبترعاه السلطة المستبتة رموز الشر بقى بتكون المخلوقات الخفية الأشكيف المخيف والجن الشقي والعفريت ودول بقى بيبقوا جنود معركة اللاوعي العقل الباطل وإسقاط رغباته أو مخاوفه عشان تتجسد قدام الإنسان المفرفر ده أو الإنسان المفرهد اللي عايش متمرمد في حياته اللي عايش محروم من كل حقوقه ومدس عليه معنويا وماديا ونفسيا بس الجن العاشق سب ستات الكوكب كله وقرر يلبسها أو يطاردها أو يتحرش بها هي الكائنات الشريرة دي بتبقى من أفضل الحية للنفسية والتبريرات للي عنده رغبة في إنه يعني يسطر على اللي شايف فضيحة أو عيب بدعوة إنه أكيد تحت تأثير جنة أو عفريت وكتير من اللي بيقعوا تحت تأثير الكلام ده عقلهم البطن يعني بيترجم لهم ده فعلا في صورة هلاوس بصرية أو سمعية حاجات بتسبب لهم أمراض نفسية حقيقة يعني الخوف الدايم من الفضيحة أو الخوف على السمعة أو تهديد المكانة والوجهة الاجتماعية أو الفشل في وظيفة أو ارتباط عاطفي وجواز كل ده يعني بيكون ناتيكتو إن كتير من الناس بيحاولوا يبرقوا نفسهم من اللوم سواء لوم النفس أو لوم المجتمع فبيكون الحل إن الإنسان يعني تبقى نفسه ضحية ما يملكش من أمره حاجة ومش هو اللي مسيطر على مصيره وبالتالي التهرب من مسئولية الفشل بنلاقيها كمان يعني أعادت أسرته والقريبين منه عشان يغطوا على مسئوليتهم هما كمان عن الحالة اللي هو فيها دي مفيش أسهل من إنك تقول يعني إن فلان ملبوس من عفريت فلانة مستهجن محصودين فلان عليه روح شريرة يعني وسيلة مضمونة للتهرب من المسئولية وإرهاق البحث عن حلول وقاعية عملية كتير جدا من الحالات المرضية في مجتمعاتنا ومعاهل مشاكل الزوجية يعني أو الصراعات جوى الأسرة بين الأبناء وأهليهم بيكون سببها اللجوء للتفسير المريح ده فلان لابسوا جن وفي الحقيقة إن الجن نفسه هو اللي لبس مسئولية الجهل وعدم الوعي وسوق تقدير حقيقة المشاكل والأخطاء والأمراض النفسية اللي مفيش أكتر منها في مناخ القهر وإشاعة الجهل الجن والعفريت بيضحوا بسمعتهم وبيكونوا هم كابش الفدى اللي يشيل ليلة التأثير مثلا يعني عن أسرة مفككة ما فيهاش ترابط أو علاقة زوجية مثلا نايصها المواد ده واللين والتفاهم يعني مثال على كده عشان نوضح الصورة أكتر بنسمع كتير في مشاكل العلاقة الزوجية كلمة مربوط ونتائج حاجة زي كده اللي بتوصل ساعات لانهيار أسرة كاملة وخلينا ناخد المشكلة دي في إطارها الحقيقي ونروح بيها زي ما هي كده لمجتمع متقدم منهجه وأسلوب حياته العلم ومعه كمان الدين حتى لو خدنا يعني مشكلة العلاقة الزوجية دي بنظرة علمية أو اجتماعية سليمة هتلاقي الكلام في سكة تانية خالص غير الجن والمس وكل الكلام ده هتلاقي الكلام عن سبب المشاكل اللي بتأثر على النفسية فبالتالي ممكن تأثر على الشخص عضويا الكلام هيناقش السبب الرئيسي من الأول زي غياب الثقافة الجنسية العزلة العلاقات الغلط سوء اختيار الزوج والزوجة البعض من الأساس سوء التربية صادمات نفسية قديمة جوة الأسرة واكذا لكن طبعا طرح الفكرة بالشكل ده يعني غالبا بيبقى مرفوض وكتير بيهرب منه للخرافة لأنها أريح من الاعتراف بأي خطأ أو أي مسئولية فاللي بيسود ساعتها وبيكون أسهل هو خداع النفس وتضليلها ورمي المسئولية بقى على الجن اللي ربطة الضحية ونبدأ ندور على حل عند الدجالين والمشعودين والرحلة اللي تكلفها عالية مع شيخ الناص بالمحترفين في التقرب من الكائنات الخرافية دي وتسخرهم بتقصهم اللي بيوهموا بيها الناس وهم بيبعدوا الشر ده عنه مع بقى يعني شوية الرؤية والتعاويز اللي برضو متلزقة في الدين وهم بيطردوا الأرواح الشرير ولسعات كتير يعني السلطة بيكون في قلب المسخرة دي كلها وبترعاها وبتروج ليها لمصطحة استمرار سيطرتها على عقول الناس بالخرافة وفتح المجال على البحري اللي إعلامهم في تكريس وتسبيت حالة الجاهل وقلة الدين على كل المستويات هنلاقي برضو في المجتمعات دي يعني بينتشر جدا الخوف من الحسد ودي حاجة الواحد ما قدرش يشرحها يعني لكن بيحس بيها بس ده مش معناه إن كل حاجة حسد في حاجات كتير هي نتائج للتصرفاتك انت انت مسؤول إنك تحلها لا تشيبش بالمقلوب ولا الخرزة الزرقة ولا حفلات الزهار ولا حدوة الفرس ولا جزمة عيل صغير ولا الخمسة وخميسة وغيرهم مفيش أي حاجة من دول هتحميك من الحسد لأن اللي بيحصل لك ده مش حسد أساسا برضو من الحيل اللي بيلجأ إليها الإنسان في المجتمع المأهور ده السحر يعني السحر له مكانة خاصة في طرق الحرب ضد قوة الشر اللي الإنسان اللي مداز عليه بيتواهم إنها بتئذيه وبتخرب له حياته ومكانة السحر هنا بتيجي من قوته وجباروته في ذهن الناس وبالتالي بيبقى اللجوء لي تعويض نفسي عن عقد النقص والعجز وتعويض عن الضعف وقلة الحيل السحر في المجتمع اللي اتضرب بالتخله في الجهل بيبقى ليه أدواته وطريقته ومهاراته في التأثير على الناس واللعب على أملهم في تحقيق الرغبات الصعبة والأمان المستحيل أو الرغبة في صد الأزية والخطر الخارجي أو الوهم بالشعور بالقوة والسيطرة اللي بيخبي وراء مشاعر العجز والخوف السحر أو الدجال بيلعب على التخدير العاطفي والأمل بشعور ولو مزيف بالقوة بيقضل الزبون على أعداءه أو على مخاوفه رمزيا هيخلصه من عدوه لما يحرق له حتة من هدومه ولا ضافر من ضوافره ولا خصلة من شعره أو يعني يصوره له على هيئة عروسها ولا أي مجسم وبالتالي أي أزة هيعمله فيها هيتحقق للشخص ده في الحقيقة السحر يعني بيلقط الإشارة من الزبون وبيعرف يلعب بقى على وطر رغبته في السيطرة عشان يحقق له في الخيال اللي هو عجزي إنه يحققه في الواقع وعشان يتحقق كل ده لازم الشخص الضعيف ده ينباهر أساسا وياثق في السحر نفسه فالسحر يشتغل نفسيا على إقناع الزبون بقوة حيلة تانية من حيل اللجوء للخرافة هي سيطرة الخرافة على المستقبل الإنسان اللي محطوط عليه ده زي ما هو ألآن وخايف من الحاضر هو طبعا خايفه ألآن من المستقبل يعني إذا كان الحاضر بالنسبة له مغشلة وضلمة وماشي يطبش فيه فما بالك بالمستقبل اللي مش بيل له أمارة أو ملامح أصلا يعني الإنسان في خوفه من المستقبل بيعيش في حالة من انعدام الراحة والاطمئنان ألآن على شغله مكانته الاجتماعية علاقته بأهله ومعارفه ألآن على صحته ورزقه وسكنه بيحس إنه محتاج برضه يعني الحاجات خارقة وأحلول مش عادية تديره ضمانات لبكرة طالما ضمانات الحاضر مش موجود ومناخ حياته اللي تحط فيه من سلطة فاسدة ومستبدة ما فيهوش أمل في إنه يخطط ويرتب ويتوقع نتائج معطيات نجاحها مش موجود وعلى قد ما بيحس إن مصيره ومستقبله فالت من إيده على قد ما بتزيد جوا الرغبة في إنه يدور على أي إشارة أو دليل أو نبوءة أو أي حاجة تخدره وتريحه وتطمنه إنه يعني متعنله في المستقبل ولا مستخبيله حدث استثنائي أو إن القدر مجهز له نقل لمفاجأة لحياته من غير ما يتحمل بقى عناء التفكير والاجتهاد والتعب عاجات مش لازم يكون لها منطق وخير جاي مش لازم يكون له مبرر أو سبب وهنا بقى يعني بتتوجد مظاهر ملاحظة الإشارات والتوقع والتنبؤ المؤشرات اللي بتهيقوا نفسيا للحالتين سواء البشرة أو التعاسة التفاؤل أو التشاؤم أو يلجأ للي مهمتهم خداعه بإن المصير متخطط ومرسوم مؤدما ومفيش منه رد ولا مهرب وإنت ما عليك إلي إنك تستعدله أو تخد له احتياطاتك وبرضه كتير من الوسائل دي كالعادة بيحطوا عليها التوتش المضمون والهسهس اللي بيسهل سيطرتهم على الناس التوتش الديني هنا بقى بتظهر فكرة التفاؤل والتشاؤم كنمط لحياة الناس في المجتمعات المأهورة اللي السلطة فيها رسخت وسبتت حالة انتظار المعجزات كحل وحيد للخلاص أو جلب الخير الإنسان ساعتها بيعيش متزاول طول الوقت بعلامات الخطر مثلا كنذير شقم أو علامات الساعد والهنى كبشرى صر الإنسان بيبقى عدوه الأول مع الخوف والغموض فبيدور دايما على اللي يطمنه دلوقتي على اللي مستنيه أو جايله بكرة عشرات من العلامات أغلبنا عارفها وكل علامة فيها لها معنى أو مغزق عند اللي بيؤمن بالفكرة دي عندك المرأة المكسورة الغراب البومة رؤية شخص معين أو إن يحصل حاجة طريقة أو صدفة حتى الأرقام بيبقى لها الدلالات ناس بتتفاعل برقم معين وناس تشوف رقم 13 يركبها العصبي يقولك عيني بترف يمين ولا شمال وكل عين ليها دلالة وإذن بتزن إيدي منملة وهكذا جالس غطة أو كحيت يبقى أكيد حد بيجيب في سيرتي عصفورة ولا حمامة يعني صرفت نفسها على هدومي وانا ماشي يبقى أكيد هتكسي هرشت في كافة إيدي يبقى أكيد في رزق جاي بالإضافة بقى لدلالة بعض التصرفات يعني زي اللعبة المص كانس البيت بالليل دلق القهوة أو الشاي فتح الشمسية جوالبيت ضرب القطة دخول الحمام وعشرات من السلوكيات اللي الموروط الشعبي صنع منها إشارات وعلامات ودلائل على إنها يحصل بعدها حاجة خارجة عن الإرادة خير أو شر وكل دي برضو يعني من طرق تفريغ طاقة القلق اللي جوه الإنسان ده بس تفريغها بعيد عن المنطق والواقع عشان كده في المجتمعات دي هنلاقي بقى يعني إنه منتشر نصباية الأبراج والعرفين وقرية الطالع وخلاف ده غير طبعا خرافة تفسير الأحلام اللي برضو لبسوها ع بيت الدين وطبعا كل ده بيخدم على السلطة اللي بتحكم مجتمع مشغول بتفسير الأحلام مش مشغول بإنه يحققها سلطة مشروعها هو الحفاظ على أعلى معدل من التواكل والجهل وانتظار المعجزات عشان يفضلوا يعيروا الناس ويلوموهم على ده مع إن السلطة هي السبب في الوضع ده أساسا وحريصة على إنه يفضل موجود ونشافكوا على خير إن شاء الله